السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكم جمعة مباركة وشرككم برقة نحن الآن في الدخلة دي المدينة سيديحيا الغرب من اتجاه مدينة القناتان هنا الدخلة دي المدينة دي السيديحيا الغرب تابع اقليم سيديسليمان جهة الرباط سلاء القناتان هنا الشارع الرئيسي ديالها الشارع الرئيسي اللي كيديل سيديسليمان سيديقاسم الى اخر ولكن احنا هنا مل سيديحيا نحاولو نشدو طريق دار القداري مشرع بالاقصاري لكن احنا نحاولو نوصلو بكم لدار القداري ان شاء الله ده باللي في سيديحيا وبغي يبشي لدار القداري اللي لا يحتاج انه يبشي حتل سيديسليمان عادي يبشي لدار القداري من هنا من سيديحيا هيخرج مباشرة بلدية دار القداري او خميس الرميلة كما يسميها البعض الاكترية كيقولولها خميس الرميلة معروفة هي بخميس الرميلة لانه كيعمر فيها واحد السوق اسبوعي يوم الخميس كيعمر في السوق در ديال بلدية دار القداري في الدخلة ديال سيديحيا كالقاو ستوب الأول كنفوتوه ستوب الثاني كنضورو على يدنا ليسر لان من هنا نضورو على يدنا ليسر هاا هذه الطريق اللي عادت خرجنا ان شاء الله مباشرة في بلدية دار القداري طبعا بلدية دار القداري لتابعة تورابية الاقليم سيديقاس ونفس الجهة الجهة الرباط سالة القناة تيرا هنا في هاد خرجة يكون كلو خارجين شاد دينترا قداري كلقاو هنا هاد الشركات هنا ديال العمود ديال يبنيو به الخيمات ديال ليسر ديال البانان وديال الخوضر مال هنا من المنطقة ديال سيديحيا معروفة هي رقم واحد من حيث انتاج العود سواء العود اللي كيستعملوه في الفران في الحماحم العود ديال تدفئة كذلك والعود اللي كيبنيو به الخيمات كذلك ديال السكن والعود اللي كيبنيو به كذلك الخيمات ديال زراعات الموز او الخضروات اللي كتكون موغطة موغطة بالميكة اللي كتسمى لها ساعة سيديحيا كذلك معروفة ب الوزين ديال ديال الكرتون ومنساوش كذلك انها معروفة انتاج اللحوب ديال الغانام ديال البحر عروفة سيديحيا وهنا شدن طريق دار القداري ان شاء الله هنا كتبلكم غيش شجر على اليمن على اليسر هاد الغابة تبارك الله اللي كت كل سنة تبارك الله يقطعوا منها العود والعمود كذلك اللي يستعمل كيفما قلنا في اليسر وفي الخيمان ديال الساكان ها يكتبلكم هنا يا الله يقلعوا هو جايك يخلف وهنا في هالطريق منيك تقرب الموضن هسي بدي العيد اضحى هناك تصنع الفاخر فاخر كيفما قلنا في كترف هذا من تحيات ديالكالي جيز هالطريقة اللي كتربط ما بين سيدي حيوضال قداري معروفة عند الجميع ان في الليل انسان وخصوص يدوز منه هالطريقة موضوع فاخر وراء كل شيء يعرفها لانها الطريقة معروفة ب الجريساج معروفة ورصوصا انسان فوق تمتأخر من الليل ويحاول شيدوز من هالطريقة نهائيا خصوصا انسان اللي كيكونوا معا الوليدات ديالو معا العائلة ما يغامرش يدوز من هالطريق في الوقت المتأخر من الليل انا كنقول لكم ما بين من العشرة الفوق انسان ميدوش من هالطريق لا بغيبش لطالك الدار يحاول يدوز على سيدي سليمان الناس اللي ما عارفش اللي مشي ولاد المنطقة اللي ولاد المنطقة رام كيكونوا عارفوا ان هالطريقة عارفنا خطأ ومشي هذا يعني ان نرى ولاد المنطقة او ولاد هالطريقة هذي هم اللي كي كيقوموا بهذه العمليات ربما كتلقى ناس جاي الملجي اخرى بانه عارفوا هالطريق فيها الغابة كيحبسوا فيها السيارات بعد احيان كيوقع الجريساج في هالطريق هذي وكن اعودكم هنالت القيصة لانه انا شخصيا وقعت لي وقعتنا في هالطريق بالضبط ولكن لي حسن الحق اننا كنا احنا كنا بنات قريبا واحد العشرين واحد كنا دايزل من هالطريق كنا بشينا ريح لان ذاك في اه كنا بشينا الحديقة الحيوانات اللي كان في الرباط وكنا كارين واحد النقل وقفنا 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 حتى كنشوفو الناس هجمو علينا معرفنا هم منين خرجوه عرفنا ومنين خرجوه ومنين خرجوه صراح شي خرج من هالغابة وشي خرج من هالغابة وبالسيارة ديالو والسيارة ما عندها لا بلاكة لا ضو ولا تا حاجة طبي تاخرجج في نانيشا جاب ربي كنا احنا بينا شي سبعة ما بين خمستاطس سبعتاش كنا احنا خمستاطس وكانششي فورو معاها الاخ ديالور بقوما هاداك هي سبعتاشر واحد غير هو ما حبسوا علينا احنا حلين الباب اللوراني نزلو ذاك الخمستاشر واحد تبارك الله بدو كي تلبو السلة بلعنب وما بدو كي عاونونا وصالحوا معنا البولة وهذه 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 وما في الاخر نصحونا قالوا ان في هاد الوقت ما تحوش تدو زمرنا جاونا للصراح طبي وش بدين الطريق لديك الساعة قد تصل على ان خصوصا لك كنت بعائلة ما كانت ذاك من هذا الطريق ولكن اللي تبقى وحده صراحة نزعم مرة مرة كانت ذاك من 12 الليل وحدهة الليل بعد خطرة كنت ضمن هنا وكي الخطر صراحة كي الخطر لانا مع الـ 11 12 الليل ما تلقى تهشي سيارة دي الزم لها الطريق تهشي سيارة تهل طاكسيات تصوروا معايا التاكسيات ما كنزوش من هذا الطريق اذا هذي كنصيحة الاخوان تقسمتها معكم باش انسان هالطريق ميغامرش اللي يدوز فيها في الليل هاد البلاصة اسمتها القصيبية جماعة القصيبية هاد الجماعة اللي كان يترأسها الوزير العدل السابق عبد الواحد الراضي رحمه الله هناك ينصق اسبوعي كيعمار عنده مناية ربما كيعمار نهار ثلاث او لا اربع غالبا كيعمار لا اربع وقيل هات السوق هادي تقصيبية اللي معروفة بلا لا يطوب هاد منطقة هي لا لا يطوب هانفوتوا هاد غابة هاتشوفوا معايا تبارك الله عو تاني الخيرات ديال الفلاحة وهنا هاتشوفوا معايا الزراعة ديال قصة بالسكر ديال الشاماندر وديال القمح كذلك الخير ديال سيدارببي كين في هاد المنطقة وهاد المنطقة سقوية ماشي بورية هنا كين سقا ان الفلاحة كيعتمدوا على السقا وهنا في هاد المنطقة الفلاحة قدوا يديرو ثلاثة الفلاحات في العالم ثلاثة هدي الفلاحات في العالم عجب هاد الناس اللي زال عن الزرع يحصد الزرع كيواللي يحرط كيزرع الزرع الزرع كنتمجد مينبا واحد ثلاث شهور واربع شهور كتكون واجدة الزرع لما توصلش كي حيضوا الزرع كيزرع ماطيشة او البطاطا هاد المنطقة هاد لاش لان عندهم السقا هما موجود تبارك الله يقدروا ثلاثة الفلاحات في العالم المقارنة مع الاراضي الغورية ومكيفوتوش فيلاحة في العالم يعني لدى الزرع ما يعودش زرع شي حاجة اخرى فالعام الجاي عادي دير اما الزرع ولا يدير البرنيشة برنيشة اما يدير القصبار ولا يدير الحماص ولا يدير شي حاجة اخرى ولا الفول يعني فلاحة في العالم هنا تشوفوا معي الخيرات تبارك الله دي الفارينة شوف الخيرات تبارك الله كل سبلت نحاول نوقفه ونقرب لكم الخير دي لسي دي ربي اللي كين في هذه المنطقة هذا إنه صراحة طلبوا من الله يكمل على الفلاحة نحاول نوقف ونصوركم هذه الخيرات تبارك الله أنتما الإخوان شوفوا الخيرات تبارك الله دي الفارينة شوف تبارك الله المنزل يجب أن نضم جيدا جدا كذا كلا تنظروا في أخواني يجب أن ترى الناس هذا الخير تبارك الله كيف مشفشوا معايا في النواحي ديال حد كورش والنواحي ديال الخنيشات والمنطقة ديال بير الطالب نواحي سيديا قاسم فلاحة كذلك تبارك الله البورية زيانة كتبشتر بالخير وهنا احنا شفنا المنطقة ديال ضلق دالي كذلك الفلاحة تبارك الله كتبشتر بالخير احنا كنشوف الحمص كنشوف فارينة كنشوف تبارك الله الزرعة ديال السكرية ديال القصب السكر والشماندر كذلك وما زال تبارك الله كيقولوا ان كنشتا ان شاء الله في هات الشهر ثلاثة وكيف ما كيعرفوا الفلاحة كاملي ان الشتا ديال الشهر ثلاثة كتضمن العام لأقوال ديال اللاحاق يقولوا لا طاحت تشتر شهر ثلاثة العام كيد مال شماندر تبارك الله وكيف نشوفوه بالصباح انا جاي كانت شوية ديال الضبابة كنت بغيت نصور هات المناظير ولكن قلت حتى نكون راجع مالاحسن حتى نكون راجع يكون الجوم زيان هنا كتشوفوا معايا قصب السكر او على اليمن على اليسر هذا كيبالكم في سفوريا هذا قصب السكر لانا في بلدي الضلق الداري كي المعمل ديال قصب السكر از their beta اون الفibal هاااااااااااا هنال الكساب اللي عندهم القاطع ديال الغانام تبارك الله تلقاه الربيع موجود في جانبا ديال الطرق اغلم بعدها كتلقام التاكل قبل واحد شهر ما كانت الغلم مسكينة ما كتلقام التاكل كتلقى ذاك العوادلية بس تبارك الله معات الخيرات ديال الشتاء تشوفوا معي الربيع موجود تبارك الله اغلم كتفرج كطرعات تبشيش بعانا ومن هناك نوجه التحية الاخ الحوزي الاخ الحوزي المتتبع الوافي ديال هاد القانات اللي كيجي من الحوز وكيجينا واحد ديال حد كورت كيجي بالقاطع ديال وكذلك تحية ليك من هاد من هاد الفيديو هادا وكنقول لك مرحبا بيك جينا واحد ديال حد كورت لنا واحد ديال الغرب مرحبة وأنف مرحبة الاصحاب ألوك مجنق Ift هم اشتركوا في القناة 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 هذا هو الوزين اشتركوا في القناة 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 شكرا